بالرغم من وقوع منطقة حمدى على مشارف عاصمة ولاية الأغواط على الطريق الوطني رقم واحد إلا أن ساكنيها يعانون عدة نقائس أثرت سلباً على حياتهم قاعة هذه رهتها مدة ثلاث سنوات والله سنتين ونصف وهي مغلوقة رهتها مجدنين لها قاعة فرملي ولا طبيب ولا والمشكلة هذه رهتت هنايا كاينان عقرب كاينان لفع ومنطقة خارجة من الولاية هذه رهتها خارجة قريب عشرين كيلو والله خمسة عشرين كيلو تلاميذ اللي رهتها في مناطق نائية ويسكنوا شوية بعيدة على المدرسة بنا تعود كان وجبات ساخنة وعدنا ثانية مشكلة كان بعض النوافذ اللي رهتها مكسرة حتى التلاميذ قال لك باللي رهتها لنوافذ رهتها شوية مكسرة فلحوا المنطقة أيضاً يعانون مشاكل مستعصية في عقار البناء والفلاحة هنا كاينة هنا وعدة عقارية نحاوسون نديروا فيها تجمع الفلاحين باش يسكنوا فيها على إطاق الريفي ولكن السلطات البلدية ما حابتش ما وافقتش عليها طريقة عسكي الحاددية رعا عقبتنا في قسمة للارض وقالوا ما فيهاش تعويض لما كاناش العقود الملكية وحنا ما عدناش العقود الملكية ورانا من جد لجد هنا في هذه المنطقة بلدية عاصمة الأغواط هي الوحيدة بالولاية التي لم تسوى وضعية فلاحها فيما يتعلق بالملكية لأسباب تبقى محل تعجب واستفهام